الآن أهلا بكم أحبقنا المشاهدين مشاهدي برنامج حوار مفتوح حوار مفتوح مع سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بشوي متران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة ببراري بالقاس ورئيس قسم علم اللهوت بمعه الدراسات القبطية تحياتنا يا سيدنا وأهلا بك أهلا أستاذ مامدو دايما منورنا ومباركنا يا سيدنا في حلقات البرنامج ومجموعة الضيوف الموجودين معنا بنحييكم ونرحب بكم أهلا بكم كلكم بنرحب بكم مشاهدينا مرة تانية في برنامج حوار مفتوح يعني من كذا حلقة كده سيدنا بيناقش معنا قضية مهمة جدا وبرد على بعض البدع الحديثة اللي ظهرت فيه كان لها أصول قديمة طبعا ولكن تجددت في أيامنا الحالية أو في أيام المتنيح قدس البابا شنودة قدس البابا شنودة قال في كتاب مهم جدا للرد على هذه البدع باسم بدع حديثة يعني عقائد همة جدا في المسيحية تواجه بهجوم شديد أو تواجه بتغيير في معالمها وكأنهم يخترعون مسيحية جديدة ولكن دايما إماننا سابط وراصخ ودايما يعني متمسكين بتعليم السيد المسيح وإباءنا الرسل وفي العصر الحديث بنشكر ربنا أن احنا عشنا في أيام قدس البابا شنودة المتنيح اللي كان يعني جبار في التعليم وكان دايما يعني متمسك بتعليم الكنيسة البطيارة الزكسية ومعانا واحد من أولاده وتلاميذه سيدنا الحبيب نيفت الأنباب شوي علشان دايما نكون على صخرة سبتة غير متزعزعة سيدنا يعني احنا دايما بنفتخر وبنفرح أن احنا عايشين في عصر قدس البابا شنودة وطبعا قدس البابا تودروس حاليا ونيافتك معانا دايما يا سيدنا علشان دايما يعني تنير الطريق لنا ونرد على أي بدع تواجه الإيمان الأرثوذوكسي السليم احنا كنا وصلنا لصفحة واحد وستين في كتاب قدس البابا شنودة الثالث ربنا يناح نفسه وينفعنا بسلواته اسمه بدع حديثة والكتاب متقسم لجزئين زي ما قلنا الجزء الأول بدع حديثة والجزء الثاني كيف تم فداء البشر بدع حديثة في سبع فصول محاربة العقوبة ومتطلبات العدل الإلهي ده بيرد على اللي بيحربه كده يعني وحاول العقوبة ومبدأ الدينونة والعقوبة اللعنة كعقوبة إلهية ما المقصود بعبارة المغفرة المجانية عشان ما بيعني بيحاولوا يفسروها بطريقتهم هما معنى اشتريتهم بسمن كولونسوس الأولى 26 سبع فصل في الجزء الأول من الكتاب الخطية موجهة ضد الله الباب الثاني من الكتاب اسمه في اللهوت المقارن أول نقطة فيه كيف تم فداء البشر ده من صفحة 49 واحنا مشينا فيها لغاية نص صفحة 61 والحطة الأخرانية اللي كنا وصلنا لها قدست البابا كاتب بند رقم 14 في بنود الشرح بتاعه بيقول في عنوانه إن ألام المسيح عنا وموته الفدائي عنا هما عمق تخص الكنيسة في أسبوع الألام وبيقول ألام المسيح عنا هي سر الألحنة الحزينة في أسبوع البسخة المقدسة وهي سر صومنا العميق في ذلك الأسبوع ونحن في كل ذلك نتذكر تلك الكأس التي شربها الرب لما قال للآب انشئت فلتعبر عني هذه الكأس وكنا نحن المستحقين أن نشربها فنحن المستحقون للألام والصلب المستحقون للألام والصلب والموت وليس هو ولكنه من فرط محبته لنا تحمل كل ذلك نيابة عنا حمل خطيانا وهو القدوس وحمل عقوبتنا وهو البريء ولو كان الأمر مجرد حب لا شبه للعقوبة فيه دي أواخر الحلقة اللي فاتت كما يقول الكاتب اللي هو الكاتب اللي احنا ردين عليه في الكتاب ده على تسعة واربعين خطأ في قصدي على أخطاء في تسعة واربعين كتاب مش تسعة واربعين خطأ أخطاء في تسعة واربعين كتاب من كتبه ولسه ممكن يعني نلاقي حاجات تاني ونكمل بس لغاية دلوقتي الكتاب ده طبعة مايو 2015 طبعنا مرتين أول مرة كان تمانية واربعين كتاب وتاني مرة وصلنا لرقم تسعة واربعين يعني زودنا كتاب واحد بس كتاب من كتب المؤلف آه يعني الكتاب فيها أخطاء ممكن الكتاب الواحد يبقى فيه ثلاثة أربع أخطاء طبعنا سيد زي لما تكلمنا في إنجيل مرقص وكانت الأخطاء حاجة تشيب يعني تفسيره لإنجيل مرقص قبل كده يعني لما كنا بنتكلم رد على الكلام في ناس كتير على فكرة مهتمين قوي بالكتاب ده لأنه هو ده المؤلف اللي بيكلم عليه البابا هنا في المنطقة دي بس مش هو بس بس هنا كان بيتكلم عليه هو وما بيقولش الاسم لكن بيقول اسم الكتاب الكتاب الرئيسي يعني والفقرات اللي بتتاخد منه والصفحة وساعات يكمل الكلام عادي لأنه هو فاهمين هو قال أصلاً هو بيتكلم عن كتاب عنوانه إيه فبيكمل بقى يقول وقال 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 والفقرات اللي كان بيقولها في معهد دراسات الإبتية مع الإكليركية في قاعة ماري مرقوس كبيرة كان معدها دايما بتبقى مليانة دايما معدها تلات نعم هو مردش على هذا الشخص بس ولكن رد على واحد تاني كان بيدرس في الإكليركية واتمنع من التعليم وبعدين كفر البابا شنودة في مجلة رزاليوسف فالمجمع المقدس حرمه هو وكل من يتبع تعليمه بعد ما وصلتوا أن يكفر بابا الكنيسة يعني وبيكفروا ليه؟ عشان بيرفض تقليل الإنسان يعني هي الحقيقة يعني دا يا سيدي الحقيقة اللي بيقاله الإنسان دا هو دا اللي يبقى مش الإنسان اللي هو تجسد الكلمة لا البشر العاديين يعني اللي زينا فطبعا دا هو دا اللي ممكن يعتبر ضد الإيمان حانا ما نحبش حتى بنستخدم يعني كلمة كافر دي ما بنحبش نستخدمها حتى ضد الإيمان تعتبر هرتقة ويوم يتهم البابا بالكفر عشان رافض تقليل الإنسان الإنسان العادي يعني مش نحن مش بنقله إنسان على فكرة حتى في تجسد الكلمة نحن بنؤمن بإله تجسد مش إنسان تقاله دي نقطة مهمة جدا يعني ما عندناش يسوع صار إلها عندنا الكلمة صار جسدا النص الكتابي في إنجيل يحن والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجد ومجدا كما لوحيد من الآب مملؤ ناما وحاق بيكمل هنا بيقول ولو كان الأمر مجرد حب لشبه للعقوبة فيه كما يقول الكاتب هو الكاتب المشهور بقى دا غير اللي كفر البابا يعني نعم لو كان الأمر مجرد حب لتحول أسبوع الألم في الكنيسة إلى أسبوع فرح بألحان الفرح ولكن حب المسيح لنا تجلى في تحمله العقوبة نيابة عنا وطبعا معروف أن السيد المسيح يعني عند أي إنسان مسيحي مش دخل في الخط الصعب دا أن المسيح هو الفادي افتدانا صحيح ففكرة الفداء هي أساس رئيسي في العقيدة المسيحية وربنا لما قال الإبراهيم يتبح إسحاء وحط السكينة على رئابته فعلا فقال له لا خلاص أنا عرفت محبتك دلوقتي لكن خد الخروف دا المسخ بقرنيه وقدمه الزبيحة فده كان إعلان واضح جدا عن فكرة الفداء اللي ربنا هيعمله من أجل خلاص البشرية ولذلك السيد المسيح قال إبراهيم أبوكم بيقول اليهود اشتهى أن يرى يومي مش أن يراني يرى يومي يعني يوم الفداء فرأى وفرح وهو حطت السكينة كده شف مشهد الصليب والمسيح متعلق ها؟ أيها ما تخيلناش كده أبو فكرناش فيها بالساكل دا لا في تأكيد في سفر الأعمال بيقول عن داود إذا كان نبيا وعلم أن المسيح يقيم من صلبه المسيح حسب الجسد سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح وأن جسده لن يرى فسادا يعني إذا كان داود نال هذا الشرف أنه شاف المسيح قبل لها بألف سنة ألف إذا كان نبيا فشاف المسيح وهو أي من الأموات وشافه وهو مدفون وجسده لن يرى فسادا وكمان شافه هو بيطلع داود من الجحيم قبل ما يحصل بألف سنة لأنك لا تترك نفسي في الجحيم هو جاب المزمور ولا تدع خدوسك يرى فسادا فهو بطرس الرسول ذكر النص بتاع المزمور وبعدين قال إن داود شاف الحاجات دي يبقى إذا كان داود يشوف ويقول أبوكم إبراهيم اشتهى عن يارى يومي اللي هو يوم الخلاص خلاص فرقة وفرح والطمن بقى ما هو أعمال يقول له يا رب هتخلص البشرية إزاي هتخلص البشرية إزاي قال له يا إبراهيم دي تمنها غالي قال له اطلب أي حاجة قال له حتى لو ابنك الوحيد صاحب المواعيد اللي قلتلك أقيم عهدي مع إسحاق قال له اللي أنت عايزه بس عرفني هيتم الفداء إزاي وفعلا قال له خذ ابنك حبيبك وحيدك الذي تحبه وقدموا ليه محرقة على الجبل الذي أعلمك به وأخذ النار والسكين وشي الخشب الحطب بتاع المحرقة الإسحاق والغلامين والركوبة قال لهم أعودوا أنت تحت في الجبل وأنا هنروح أنا وأبني ونسبح ونرجع إليكما ما معهمش زبيح ونرجع إليكما هولوس بقى لمس الحتاة دي قال بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب قدم الذي قبل المواعين الذي قيل له بإسحاق يدعى لك نسل إسحسب أن الله قادر أن يقيم من الأموات يعني راح يدبحوا وهيقطعوا حتة فوق الخشب والنار هيولع في الخشب هيتحول إسحاق إلى الرماض وبيقول للغلامين اللي معاه هنرجع لكم هنروح نسجد ونعبد ونرجع لكم كان عنده إيمان كان في إيمان فعلا أنه هيرجع معاه أنه هيرجع ده بولوس اللي بيقول مش أنا بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب طبعا إيه اللي حصل إيه اللي خلاه يشوف يوم الفداء هستعير حاجة من التكنولوجيا الحديثة إيمان الموجات بتاعة الشعور عنده ها؟ اتزبطت على موجة الإرسال بتاعة الأب السماوي اللي هي إيه؟ هكذا أحب الله العالم حتى بزهل ابنه الوحيد هم فلما إبراهيم خد ابنه الوحيد عشان يقدمه زبيحة المشاعر بتاعته لقطت الإرسال السماوي لأن الموجة بقى فيه ريزونانس اللي هو توافق توافق الموجات بس مش موجات كهربائية موجات نبوية روحية إلهية من جهة الله يعني إلهية ومن جهته النبوية فموقف الحقيقة يعني يستاهل إن الوحدي يتأمل فيه كتير كان ربنا بيحطه في نفس المشاعر إذا جاز التعبير يا ساد بيقول له أنت لما لما بقيت مستعد تبزل ابنك الوحيد ومؤمن إنه هيقوم تقدر تستقبل الإرسال بتاعي وتقدر كمان تشوف وتشوف ما هو يستقبل إرسالي بقى إيه هو التلفزيونات دلوقتي بس لا ده التلفزيون بتاع ربنا أيام إبراهيم كان أعظم بكتير الحاجات دي يعني كانت موجودة منذ بدء الخليقة لكن الإنسان اكتشف إزاي يطورها وإزاي يستخدمها الفكرة يا حبيبي الناس فكرة إنها عملت إنجازات ما حصلتش يا ده ربنا عمل مع الأنبياء والخدسين في العهد الأديم العجب العجاب هنسيب الموضوع بقى ونخش في موضوع تاني فنكتفي في كده نقطة جميلة سيدنا تستحق التأمل يعني ولكن حب المسيح لنا تجلى في تحمله العقوبة نيابة عنه حبه لنا لا ينفصل عن الشوك والمسامير والصليب وحبه لنا كان سبب تحمله العار والاستهزاء اللائق بينه مستهينا بالخزي عبرانين 12 اتنين احتمل الصليب مستهينا بالخزي النص كده هذا الذي نذكره في قداستنا فنقول احتملت ظلم الأشرار في القداس الغرغوري بذلت ظهرك للصياط وخديك أهملتهم لللطن لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق هننسى كل هذا ونقول أن الصلب كان مجرد حب الرحمة والحق تلقية العدل والسلام تلسما يعني العدل والحب أعلنوا هما الاتنين في الصليب لأن الصفات الله كل اللي يتجزأ فما داشت نقول الله محب بس وإلي يبقى مش خدوس لأنه لازم يبقى عادل يعني يعلن غضبه على الشر بس عشان محب قال خلاص هندفع احنا التمن عشان تعرفوا أن الخطيئة خطيئة جدا وتكرهوها وتعلم قداسة الله مش عدله بس قداسته كرافض للشر والخطيئة عشان كده بيقول الرسول الذي لم يشفق على ابنه بل بزله لأجلنا أجمعين لم يشفق على ابنه يعني لما وضع عليه اسم جميعنا قال له خلاص بقى معلش أنت هتدفع التمن فأنا يعني دي حتى بالنسبة لي يعني بيقول يوحن في الإنجيل حتى بزله ابنه الوحيد فهي فيها يعني احنا مش بنكلم عن الله كأنه كائن بلا مشاعر هم؟ لكن لأنه كان ده الوسيلة الوحيدة اللي خلاصنا لأن أي حد تاني هيتحمل حكم الموت هيهلك إلى الأبد أي شخص مهما كان لكن المسيح تجسد بالنسود كامل بلا خطيئة ثانيا أنه هو متحد باللهوت النسود ده فقيمة الزبيحة اللي على الصليب تقدر توفي دين الخطيئة بالنسبة لكل البشر اللي يآمن واللي يقبل كان آمن وعتمد يخلص وبولس الرسول بيقول إذا كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا الجميع إذا ماتوا الجميع إذا ماتوا للقاب عقب ابنه أنا قردتها دلوقت أه هتضحكك أنا قردتها في الكلام اللي لسه ما قرناهوش فتهيقلي إن إحنا قرناها دي هديها لحضرتك تقراها بقى يبقى إحنا وصلنا هنا لم ترد وجهك عن خذي البساق هل ننسى كل هذا ونقول لنا الصليب ونقول لنا الصليب ونقول لنا الصليب أنا الصلب كله مجرد حب وفيه تمتعنا بالحب ننسى عقوباتنا ما ده اللي بيكرهنا في الخطيئة لما نشوف عملت ايف في البار القدوس بطرس الرسول بيقولي اللذي بجلدته يشوفيته وفيه تمتعنا بالحب هل ننسى عقوباتنا وهذا المحب اللذي حملها عنا الحدة بقى لنا كنت بدور عليها كأن إحنا قرناها هي اللي حضرتك هتقراها اللي هي كنا البند اللي وقفنا عنده من عند العلامة اللي سيدنا النجمة دي بس يا حبيبي الأنوان شوف الأنوان فين هل خلت قصة الصليب إذن من العقوبة؟ يقول الكاتب وهذا هو السر الأساسي في تجسد ابن الله إنه عمل حب بالدرجة الأولى بعيداً كل البعد عن إحساس ومفهوم العقوبة فلا الآب عاقب ابنه بل عن حب بذله ولا الإبن عاقب نفسه بل أحبنا وأسلم ذاته من أجلنا ولا نحن وقع علينا عقاب في الحقيقة بل فزنا بالبراءة والمحبة والتبني الكلام ده ورد في كتاب المؤلف ده المشهور اللي توفى عن القديس بوله الرسول حياته لهوته أعماله صفحة 287 و 291 في كتاب المؤلف اللي بيقول الكلام الغلط ده مع ده الاقتباس اللي سيدنا هيبود عاقبه للآب عاقب ابنه أهي وقرناها قبل كده نفس العبارة بس هو ما كفهوش الكلام ده ده قال عبارة تهد تهد الدنيا كلها وقلناها قبل كده ده في صفحة 294 و 295 معرفش قدس البابا شنودة جايبها هنا ولا بيقول الآب هنا في الصليب يعني هو الذي يطلب استرداء الإنسان المظلوم المخزول المهان والمطرود يعني الآب بعت ابنه وبيقول اجلدوه وضربوه بالإقلام وتفوه في وشه لان احنا كسلوس عايزين نعترزر للبشرية ان احنا ظلمنا الإنسان وخزلناه وأهلناه وطردناه الآب هنا الآب بيعتزر للبشرية هو الذي يطلب استرداء الإنسان المظلوم المخزول المهان والمطرود في نفس كتاب بولوس الرسول صفحة 294 و 295 يبقى لنا حق نطلع على الرد ده على الكلام ده ولا لا ده كلام يتقال القاب اللي بيعتزر لنا عن الخطيئة بتاعت السلوس حاشا ده ايه ده؟ ده ايه احساس الكاتب ده نحو نحو القاب السماوي احساسه ايه؟ انه اله ظالم الانسان المظلوم المخزول المهان والمطرود يعني وكأن الله فربنا طرد الانسان من الجنة قال له قال له يأكل من شجرة الحياة ويحيى الى الابد في خطيته صار كواحد منه عرفا الخير والشر فطرده على ما يعمله الفداء والخلاص وبعد كده هيوديه حاجة احسن من الجنة بالروح هيروح الفردوس وبعدين بعد ما جي المسيح التاني بالروحه وجسده جسد القيامة الممجد هيخش ملكوت السماوات بس اللي يقبل الحب بتاع ربنا يبقى يا ربنا يتقال عليه كده برضه؟ ده يصح ده يصح في المسيحية ده لا يقبله يسهدنا اي انسان ولا حتى طفل صغير تفضل كامل بقى يعني تعليق قدس البابا شنقول على الكلام اللي ارينا بقول يا فرحتنا بهذه البراءة المزعومة التي ننسى فيها يا فرحتنا دي يعني يد المصيبة هنا استهجاني سيدنا استنكار يا فرحتنا بهذه البراءة المزعومة التي ننسى فيها كل خطيانا وأثامنا ونجساتنا وننسى كل ما سببناه لفدينا من ألم وخزي كما أننا لم نفز مطلقا بالبراءة وإنما بعدم الحكم علينا فلولا أننا مدانون إلى أبعد الحدود ولولا أننا أموات بالذنوب والخطايا ولولا أننا مستحقون العقوبة لولا ذلك كل ما كان صلب المسيح وما كانت ألامه هل لأن المسيح الفادي وضع عليه عايزة أقول ملاحظة صغيرة في دول ويمكن من ضمدها مصر بيبقى الرئيس الجمهورية عنده سلطان يطلع قرار رئاسي بالعفو عن واحد محكم عليه وده حصل ما بيقولش براءة فلان بيقول قرار الرئاسي بالعفو ده اللي البابا يقصده هنا إحنا ما خدناش براءة إحنا خدنا عفو نتيجة أن المسيح سدد الدين بتاعنا وأعلن غضب الله على الخطيئة وأعلن حبه في نفس الوقت إن هو عايزنا نخلص فكلمة بالبراءة يعني كأن إحنا ما عملناش حاجة خالص خلي بالك الاتجاه إن الإنسان مظلوم في العبارة دي اللي أنا قرتها شوية دلوقتي إنسان مظلوم بيبقى هو عايزه يطلع بريق ايه وهي أنا بيأكد بيقول في العبارة دي بل فوزنا بالبراءة والمحبة والتباني بس يعني العبارة هنا أخف شوية من اللي في الكتاب ده اللي في الحتة اللي أنا قرتها دي يعني فاضل كم كما أننا لم نفوز مطلقا بالبراءة وإنما بعدم الحكم علينا أنا قرأت الحتة دي يا سنة لأن المسيح الفادي وضع عليه إثم جميعنا نكون نحن بلا اسم ونفوز بالبراءة ده هنا بيسأل باستنكار العفو هو عفو مش براءة لا هو بيرد على المؤلف سيدنا أيها هو يؤصد أنه هو عفو هل إلى هذا الحد ينسى الخطاء خطياهم التي حملها الفادي المحب عنهم ويقولون فوزنا بالبراءة أهوى تركيز على الذات ذاتنا التي خلصها الفادي بموته مع نسيان للألام التي تحملها المخلص والثمن الذي دفعه غاليا عنه إن سر تجسد ابن الله ليس بعيدا عن إحساس ومفهوم العقوبة فلولا العقوب علينا ما كان التجسد إن التجسد سببه الأساس هو الفداء والفداء سببه هو تخليصنا من عقوبتنا وهكذا في تبشير يوسف النجار بالحبل بالمسيح قيل له تدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياه لأن يسوع أو يسوع يعني يهو شوع يعني يهو خلص خلص مش سيخلص لأنه ده يعني يعني في حكم إنه مفيش تراجع يعني ناوي يخلص يعني يخلص بس على فكرة ممكن واحد يجي يرد على الكلام البابا ده وعلى كلامنا ويقول بس بولوس الرسول بيقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء فيقول متبرريني بقى طلعنا براقة كلمة متبررين غير كلمة متبرئين في هنا خلط ولعب بالكلام بقى ويمكن ما قالوهاش بس أنا بقول أنا عارف إنه هما هيحاولوا يلاففوا يلاقوا مخرب كده التبرير معناها إن إحنا نرس بر المسيح نارس بره القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب التعليم الرسولي ماشي فكلمة متبررين يعني بننال مغفرة الخطيئة وفي فرق بين الغفران وبين البراءة البراءة يعني واحد ما ارتكبش أي ذلك طلع إنه كان هيبقى مظلوم لو اتحكم عليه مخزول مهام مطروط أيوة شفت بقى فعايز نفرق بين كلمة متبررين وفزنا بالبراءة التبرير يعني إحنا كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح فالبابا شنودة كان يفسرها يقول لبستم المسيح يعني لبستم بر المسيح النعمة الولادة الجديدة إنسان العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيئة يبطل جسد الخطيئة إن كنا أولادا فنحن ورثا ورثت الله وورثونا مع المسيح يبقى زين ما ورثنا خطيئة آدم لأنه مولودين منه بس المسيح ما تجوز وخلف حد فبنتولد منه فين؟ في المعمودية المعمودية بعد الإيمان بعد الإيمان من آمن واعتمد يخلص فبن بيقول إن كنا أولادا فنحن ورثا ورثت الله وورثونا مع المسيح يبقى زين ما أنا ورثت الخطيئة الأصلية باورث بر المسيح شوف الحلوة دي بنستبدل وراسة الخطيئة بورثة بر المسيح باورث بر المسيح القداسة التي بدونها لنرى أحد الرب بس كلمة البراءة تعني إن إحنا مغلطناش ما عملتش حاجة أصلا وكنا مظلومين لكن التبرير معناها إن إحنا ننال الغفران فنتبرق من مش نتبرق يعني ننال الغفران وبنيل الغفران نستحق إن إحنا ناخد بر المسيح يبطل جسد الخطيئة وننال بر المسيح وناخد بر المسيح فالتبرير غير البراءة البراءة يعني واحد كان لو اتحكم عليه كان هيبقى مظلوم دي معناها البراءة ولما واحد بياخد براءة في حكم محكمة بينشر له تهاني وحاجات وبتاعه والقاضي نفسه هو بينطق الحكم بيقول المبررات إنه ثبت إن الشخص ده لم يرتكب ما نسب إليه لم يرتكب ما نسب إليه فضل كم يا وضحة سيدنا من المسيح اللي نفتك قلته بتاع العفو الرئاسي يعني يوضح حصلين للفكرة تماما يعني هاب نطلع في اللحنة بتاع ماري أفرام السورياني حنا بصراحة اشتقنا له يا سيدنا وفي سنة نسمعها طيب كاتي فاي المرنمة اللي منضميات بس هي في أمريكا بتقولوا بالسورياني والعربية ولا احنا صغير إذا كانوا عندهم قدرة يطلعوا الفاصل كده عندنا الفاصل وقالوا لي من من قبلها سيدنا بسينا مسترسلين سيدنا طب قبل ما نطلع الفاصل لو في حد عنده أي مشاركة حد حابب يتصل ما عليش بس طلع الفاصل اللي خلاص عشان يطلعونا التليفونات على الشاشة بعد الفاصل تفضلوا نطلع فاصل ونرجع نستكمل مع سيدنا هو لسه التليفون ما طلعش على الشاشة ممكن يكون طلع في الحلقة طيب نصقها نصقها معا بعد ما نرجع نحط التليفونات لو حد حابب يشترك نصقها معا نطلع فاصل ولو حد عنده مشاركة هنستقبلها واهلا بيكم بعد الفاصل تفضلوا نصقها معا نصقها معا نص紅 نصو امث backups اشتركوا في القناة 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 وبعدين هجاوبوا على طول مش هياخد حاجة يعني هو سؤال مش طويل الاجابة بتاعته تفضل المايك بتاعي سالة اشتركوا في القناة 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 ففي حاجة دفعته انه يعمل كده زي مثلا لو واحد ابنه وقع من مركب سفينة يعني في البحر فرح نطط وراه وضع عرض نفسه للغرق لكن من شدة محبته مقدرش يسيب الولد يغرق عبارة كده ورد السيدنا في احدى صوتكات بقول لانه غلبة من تحنونه فممكن دي تكون اوضعش هي نفسها غلبة من تحنونه ايوه تحنونه غصبك فانت ضحيت بسبب تحنونك فيبقى الحكتين في نفس الجملة الحب والتضحية لكن نقول ده حبه وبس كأنه كان بيتفسح وعلى فكرة الترجمة العربي بتاعت فاندايك فيه تصليح هنعمله في الانجيل في عبارة لتكون لا ارادتي بل ارادتك لا ارادتي لان ارادة المسيح ما عندوش شخصين ما عندوش ارادتين ارادة الانسان وارادة الاله عندو الرغبات الطبيعية الالهية والرغبات الطبيعية البشرية الرغبة حاجة والقرار حاجة يعني واحد رايح يصلي القداس فبيقول انا عطشان فقالوا له طب خد مية اهي يقول لهم لا انا قررت ان انا مشربش لان هصلي قداس صيب يبقى انا عندي رغبة اشرب لكن من اجل نعمة وبركة القداس هصبر على العطش يبقى فيه فرق بين الديزير والديسيجن الارادة هي القرار وقراره ليه سلطانا اضعها الرغبة مجرد انه اخد طبيعة بشرية بلا خطيئة لكن فيها كل رغبات الانسان الطبيعي لو عطش على الصليب قال انا عطشان لما صام اربعين يوم جاء اخيرا الرغبات الطبيعية فالترجمة الصحة لتكن لا رغبتي بل ارادتك رغبتي البشرية الطبيعية مش قراري الشخصي الارادة تعني القرار الشخصي والرغبة تعني نداء طبيعة ما كانش فيه نداء طبيعة خطأ خطيئة لكن كان فيه بيعتش بيجوع بيحتاج يريح طبعا ما يحبش الخيانة يحب الحياة هو حب الحياة ده خطيئة سؤال لا طبعا حب الحياة خطيئة لا بالعكس طيب لكن مع محبته للحياة انسانيا ضحى بيها عشان يفدينا فبيقوله انشئت فلتعبر عني هذي الكأس ولكن لتكن لا رغبتي لا رغبتي عشان نبقى فامي بل ارادتك التي هي ارادتي لان ارادة الاب والابن والروح القدس ارادة واحدة طبعا سيدنا الترجمة اللي في ايدينا دي ترجمة فاندايك فيها بعض التعبيرات اللي هي ده زي اللي بيبيع المايا في حارة السقايين ده راجل امريكاني جه ترجم الكتاب المقدس بعهده من العبري والقرامي واليوناني ومعه مجموعة انا زورت زورت المتحف اللي كان بيشتغلوا فيه في بيروت في كلية اللهوت الانجلية زورت ويعني هم مشكورين خلوني اتفرجت على الشغل اللي كان بيعملوه باشراف فاندايك بس برضو يعني هو مش معصوم فاحنا لما نصلح له بالاتفاق مع دار الكتاب والاتحاد العالمي لدور الكتاب اصدر قرار انه الكنيسة في كل بلد في العالم اللي ليها اكبر عدد بلغة معينة هي اللي تقول اذا كانت الترجمة دي مقبولة عندهم ولا لا اللي بيتضحها دار الكتاب صلحنا سفر الرؤية بالكامل وصلحنا رسالة كلوسي بالكامل وانطبعوا طبعات جديدة طبعا النصوص الاصلية الكتاب المقدس لوحدهم لا ما احنا بنرجع للاصل اليوناني في العهد الجديد انما لو ترجمة فيها مشكلة ما عندناش مشكلة انها تتصلح احنا بنصلحش في كلام ربنا احنا بنصلح الترجمة من اليوناني للعربي مظبوط سلم بس وعلى فكرة في رسالة كلوسي نفس التصليح اللي عملناه بتوع اليو بي اس اللي هو الاتحاد العالمي لدور الكتاب واحنا مجتمعين في لبنان في انتلياس المسؤول عن الترجمة قال لي انا هوريك حاجة في الراحة بتاعة القهوة يعني فترة الراحة بتاعة شرب القهوة طلع قطو وجاب لي وقال لي ادحنا غيرنا الترجمة الانجليزي والفرنساوي اللي انت بتطالب بتصلحها في العربي في رسالة كلوسي لصح الاول يعني هما سابقوا في العرب الانجليزي وصلحوها في انجليزي والفرنساوي دي عززت موقفنا ان احنا بنقول لازم كل كنيسة اللي لها اغلبية في بلد او في منطقة هي اللي توافق على الترجمة من اللغة الاصلة مرار حلو اوي سيدنا وبيدي احقية للكنيسة اللي لها اتباع اكتر في ان هما يكون لهم السبق في ان هما يصلحوا في الترجمة بحسب مش ما حسب ما يشوفوا طبعا بحسب الصح ايه الحقران لنا شوية بقى قبل معنا لسه شوية سيدنا هناليا سيدنا كان كم المطرح موقفة في بس عبارة كانت بالبونط التقيل يعني كان سيدنا مركز عليها ان اقرأها تاني ان سر تجسد ابن الله ليس بعيدا عن احساس ومفهوم العقوبة فلولا العقوبة علينا مكان التجسد ان التجسد سببه الاساسي هو الفداء والفداء سببه هو تخليصنا من عقوبتنا وهكذا في تبشير يوسف النجار بالحبل بالمسيح قيل له تدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطياه متى واحد واحد وعشرين هو اذا ولد ليكون مخلصا يخلص المؤمنين من عقوبة خطياهم ونفس هذا المعنى هو ما قاله الملاك في تبشيره للرعاة ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب لؤى اثنين عشرة واحداشر اذا الخلاص هو سبب التجسد والخلاص هو ان يخلصنا المسيح الرب من عقوبة خطيانا من الموت الذي تملك علينا الذي كنا ممسكين به من قبل خطيانا كما نقول في القداس الالهي فلولا عقوبة الموت الذي ملك على الجميع بسبب الخطية لولا الفداء من هذا الموت ما كان التجسد ولا الصلب فكيف يقال اذا ان التجسد بعيد كل البعد عن مفهوم العقوبة ان هذا الكلام بعيد كل البعد عن تعليم الكتاب وعن تعليم الاباء كان البابا الشنودة دايما يقول ان صفات الله كل اللي هي تجزأ فلو كلمنا عن الحب نقول الله عادل في حبه واذا كلمنا عن العدل نقول الله محب في عدله هنا في تكامل في الصفات الالهي عادل في حبه ومحب في عدله ما قداش نفصلهم من بعض دي بديهيات يعني المفروض لو حد في اعدادي ولا حاجة هيفهمها بسهولة ان صفات الله كل اللي هي تجزأ كل صفات الجوهر اللي لها في تكامل سيدنا وتناغم معجيب ان صفات الله اللي لهاي الله قدوس يبقى لازم يعلن رفضه للشر وفي نفس الوقت محب فمحدش كان يعرف يحل المعضلة دي إلا هو عشان كده المزمور بيقول الرحمة والحق تلاقية العدل والسلام تلاسما حتى سيدنا في كل صلواتنا وقدساتنا كل المعني بتأكد يعني يعني في الوداس بسيلي لم تتركنا عنك إلى الانقضاء فهو دبر الخلاص وقعت عهدنا بالنبياء أو البابا قيل ان احنا صلواتنا كلها بتشهد لكده قيل فضل كامل نعود إلى مناقشة عبارة للآب عاقب ابنه بال عن حب بلا له فنبحث معا موضوعا هام من هو ممكن نلحق ناخده النقطة دي سينتا بفضل رقم 16 علاقة الآب بالابن في موضوع الصلب عبارة الآب عاقب ابنه عبارة مثيرة لأن الابن لم يكن خاطئا حتى يعاقبه الآب إنما الأصح هو أن الآب قبل أن يتحمل ابنه العقوبة الواقعة على البشرية وهكذا أرسله كفارة لخطيانا وعبارة بذله عن حب لا نعبر عليها بسهولة ويسر بل نتوقف عند عبارة بذلة أي بذله للموت وللصلب وبذله ذبيحة إثن ليحصى بين أثمة طبعا هو سيدنا مستشهد في كل ده بس أنا عشان الوقت كلها عبارات من الكتاب المقدس يعني معروف على أراد وبذله مجروحا لأجل معاصينا ومصحوقا لأجل آثامنا يقول الرب وضع عليه اسم جميعنا في سفر أشعية صحة 53 ونحن حسبناه مضروبا من الله ومزلولا وضع عليه إثم جميعنا ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيه خلي بالك الظلمة هنا تتخذ بحذر لأن احنا في القداس بنقول احتملت الظلم الأشرار فالأشرار والشيطان هما اللي ظلموا ومش من الآب لكن الآب الآب سابهم ينفذوا المؤامرات بتاعتهم وبعدين أقاموا من الأموات عشان يعلن أنه هو قدوس وبار هذا أقامه الله ناقدا أوجاع الموت زي ما بطرس قال يوم الخمسين فالأشرار اللي ظلموا لكن هذا الظلم في سراع بين ملكوت الله ومملكة إبليس وبعدين يقول بقول للرسول إيه إذ جرد السلاطين أشهرهم جهارا زافرا بهم في الصليب جرد السلاطين ده لما بيجردوا ظابط في الجيش بيعملوا حفلة كده ويجيبوه ويقروا للبيان ويقصوا الرتب من على كتافه عمل حفلة تجريد للشيطان بسبب الظلم اللي عمله هي الحكاية وقال لي كي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت كأنه بيعلن قوة الله على الصلاة بيقول للإبليس نقبك طلع على شونة يا شرشر وقتنا تقريبا خلصنا السنة نلحق نيرى سطر كده سطر أبو اثنين هل كل هذا نمر عليه بسهولة ونقول بذله عن حب نعم إن الآب أحبنا وأرسل ابنه كفارة عن خطيانا ولكن ماذا يعني كل هذا ماذا وراء الألفاظ في المعاني يكفي أن نضع أمامنا الآيات الآتية التي تعبر بوضوح عن موقف الآب من الابن في موضوع الصليب في رمية ثمانية اثنين وثلاثين الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين هذه العبارة تعطي شيئا من المعنى لكلمة بذله في الشعية ثلاثة وخمسين عشرة أما الرب فسر أن يصحقه بالحزن وليتنا نتأمل عبارة يصحقه هنا ومعها عبارة الحزن يضاف إليهما مصحوق لأجل معاصينا في مرؤس خمستاشر أربعة وثلاثين قول السيد المسيح على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني في متى ستة وعشرين اثنين واربعين قوله أيضا في بستان جثيماني يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئته وفي محنة 18 حداشر وقوله قبل ذلك الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها كلها عبارات تحتاج إلى تأمل عميق نفهم منه أن ترك الآب له ليس هو ترك انفصال حاشة بل تركه للألم ليشرب الكأس كلها بما فيها من ألم وعار دلوقتي بقى هنوقف على كده عشان عايزة أقول ملاحظة بس هنحط أعلامة تفضل يعني عند النقطة 17 اعمل اعمل خط أعلامة تفضل يا سيدنا أقول ملاحظة بس صغيرة المسيح في ليلة ألامه قال أنا نفسي حزينة جدا سمعني سمعك سمعك حتى الموت تخيل نفسي حزينة جدا حتى الموت أحسن حملها لما الخاطي بقى عندوش دم لما أخذ يعني ويروح يرتكب الخطيئة وهو فرحان طيب ده لازم يحزن حزن أبدي لأنه ده عصيان ضد الله غير المحدود وتمرد عليه فمين يقدر يحزن حزن أبدي ويوفي دين الحزن للمفروض إحنا نحزنه على خطيئنا انتظرت من يحزن معي فلم أجل يقول كده أما خادرت من تصهروا معي ساعة واحدة لكن في أسبوع الألام بنخش في الحتادي زي ما البابا قال بابا شنود بنعيش بقى ونقول لا ده احنا طلعنا مش تمام لازم نقطع معاه مسيرة الألام ولازم نحس قد ايه هو تقلم علشان بس مين اللي ألامه وأحزانه تساوي ما لا نهاية من الحزن ما لا نهاية من الحزن عشان تكفير عن الخطيئة ما فيش غيره هو بس المخلص الوحيد صحيح أنا بس بالملاحظة دي أقدر أختم حلقة النهاية يعني يا سيدنا ختمها مسك طبعا يريتنا نحزن ونعرف قدي إحنا سببنا ألام للفادي سايم فيه اسمة جميلة بتتكلم على الموضوع ده أه بس أنا عايز أقول أنه هو أحزانه دي بتخلينا نكره الخطيئة وهو ده الهدف ما كانش ممكن نكره الخطيئة إلا زي شفناها عملت إيه خطيئانة في البار الخدوس اللي أحبنا يعني لما واحد يبقى مستهتر في السواء وبعدين يضرب والده بالعربية ويدوس عليه ويفرتكه حتت ده هيحس بإيه أكيد يا سيدنا يشعر بمرارة طول عمره أنه عمل كده في مش مش هيقدر مش هيقدر يسامح نفسه إلا لو ربنا أقام أبقى أبو سليم ويقول له معلش أنا أنا سمحتك عفيت عنك بس بقى خلي بالك عشان ما تموتش حد وانت ساي شكرا لك يا سيدنا يعني تستمتعنا مع نيفتك نهاردة بحلقة جميلة الجمعة الجاية عندنا سمينار ومجمع مقدس واحتفال بذكرى تتويج قدس البابا الأبا طو دروس الثاني بعد ما هنحتفل يوم الثلاث بذكرى نياحة المثلث الرحمات البابا شنون فإحنا هنكون في منطقة لوجوس في دير الأنباب شوي في المقار الباباوي في الفترة اللي جاية فالخميس والجمعة اللي جايين إحنا عندنا سمينار للمجمع المقدس في يوم الجمعة في سمينار وجزء من اليوم جلسة مقررة للمجمع المقدس يعني خميس والجمعة ما شابقى فيه حلقات ساي الحلقات بتاعة الخميس والجمعة دول هتبقى حلقات معادة معلش شي فبس صلونا إن احنا نكون موفقين في السمينار وفي اجتماع المجمع يزن الله يا سيدنا إن شاء الله طير روح تيجي بالسلام نختتم الحلقة معاكم ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة بعد الجمعة الجاية إن شاء الله زي ما سيدنا قال فيه سمينار والحلقة اللي هي تبقى في الجمعة اللي بعدها بإذن الله وبصلواتكم زي ما سيدنا طلب يكون فيه صمر حلو من السمينار والمجمع المقدس الجاي فيه رسمات أصقفة كمان بنهنيهم بنهني الكنيسة وبنهني كل شعب الكنيسة بالرسمات الجديدة ولا صقفة لها تجلسوا فيه بعض الأماكن إن شاء الله تكون أيام كلها مباركة وأيام كلها تكون بركة وخير الكنيسة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر